موسيقى مشاهدين أهلا بكم في نشتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرزة وآخر أخبار الاقتصاد أكد وزير الفلاحة وصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغبات محمد صديقي أن ضمان السيادة الغذائية رهين ببلورته سياسات ملائمة وتنفيذها بطريقة مسؤولة وأضاف الوزير في مدخلة له مساء أمس بيضار البيضاء حول موضوع متطلبات وشروط ضمان الأمن والسيادة الغذائيين أن السيادة الغذائية تمثل حق كل بلد في تحديد وتقرير نظمه الغذائية والفلاحية مبرزاناً الأمن الغذائي يرتكز على مدى القدرة على إنتاج الغذاء وتنظيم الأسواق وجودة وسلامة الأغذية وموازة مع ذلك شدد صديقي على أهمية مراعاة الضرفية الاقتصادية الدولية في تحقيق السيادة والأمن الغذائيين مشيراً إلى أن تعاقب الأزمات وفترات الجفاف وكذا تراجع نسبة الموارد المائية وتداعيات النزاغي الروسيالوكرانية كشف عن ضرورة تحول النظام الغذائي بالمملكة والرفع من قدرته على التكيف مع الإكرهات المحيطة وفي خبر آخر وقعت شركة شالد ورية لأتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمراكش عقداً لتزويد المغرب بسفر فاصل خمسة مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 سنة وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال التقي وتنمية المستدامة أنه سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي مضيفاً أنه بعد ذلك سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية وبحسب البلاغ شرت وزارة الانتقال التقي وتنمية المستدامة ليلى بن علي في كلمة بالمناسبة إلى أن المملكة المغربية دخلت السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال لأول مرة في عام 2022 بفضل تعاون المستمر وثقة المتبادلة مع جيرانها مضيفة أن عقد توريد متوسط المدى من شأنه أن يعزز الأمن الطاقية للمغرب ويحصن من تنافسيته إضافة إلى تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون وعلى صعدنا خرفضت المندوبية والسمية لتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر وصل منحناها تنازلي خلال الفصل الثاني من سنة 2023 ليسجل أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008 حيث بلغ 45.4 نقطة مقابل 50.1 نقطة مسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 وأشرت المندوبية في مذاكرة إخبارية حول نتائج بحثي الظرفية لدى الأسر إلى أن 87.3% من الأسر صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بتدهور مستوى المعيشة خلال الأشهرية الاثنى عشر الماضية تحين اعتبرت عشر في المئة منها أن مستوى المعيشة قد استقر وأفادت 2.7% من الأسر بأنه قد تحسن وأوضح المصر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر عند ناقص 84.6 نقطة مسجلة ندى مستوى له على الإطلاق مقابل ناقص 81.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73 نقطة خلال الفصل نفسه من سنة المنصرمة ودولياً وصلت تسعار النفط التراجع اليوم للجلسة الثانية بعد أن جاءت بيانات النمو الصينية في الربع الثاني أضعف من المتوقع بما أجج المخاوف بشأن يطلب في ثاني أكبر مستهلك لضفت في العالم كما استأنفت ليبيا الانتاج في مطلع الأسبوع وانخفضت الوقود الأجلة لخامي برينت بـ 91 سنة إلى 78.70 دولار و96 سنة للبرميل في حين تراجع خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي لـ 87 سنة إلى 74 دولار و55 سنة للبرميل هذا وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخمان القياسيان الأسبوع الماضي وكسب للأسبوع الثالث على التوالي ولمس أعلى مستوى لهما منذ أبريل عندما توقف الانتاج في عدد من حقول النفط الليبية وأوقفت شيل صدرة الخام نيجري مما أدى إلى شحن في الإمدادات تراجعت سعر الظهب اليوم بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد من تكلفة المعدن بالنسبة لحائز العملات الأخرى غير أن المستثمرين يراهنون إلى حد كبير على وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة رفع أسعار الفائدة وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.1% إلى 1952 دولاراً فصل 35 سنة للأوقية كما تراجعت العقود الأجلة الأمريكية لذهب بـ 0.4% إلى 1956 دولاراً وعشرين سنة هذا وارتفع الدولار من أدنى مستوياته منذ شهر أبريل 2022 مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية نكتفي بعد القدر مشاهدة الكرامة نلتقي بعض قليل في موجز لأهم الأنباء في عمال الله ترجمة نانسي قنقر